اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتخرج منها كل ما نراه من حيوانات ونباتات وحتى الإنسان وزعموا أن هذا كله قد حدث بالصدفة وفسر آخرون نشوء الكون أيضاً بأنه قد حدث بانفجار ذرة صغيرة عن طريق الصدفة لتنشأ منها المجرات المليئة بمليارات الكواكب والنجوم ولكن لم يستقر الأمر طويلاً على هذه الحال إذ بدأ العلماء مع مطلع القرن العشرين بالاعتراف بخطأ الكثير من النظريات السابقة فبعدما حاول أليكساندر أوبارين وضع بعض الفرضيات لتفسير نشوء أول خلية حية بالصدفة والتي تطورت فيما بعد ونشأت منها بقية الكائنات الحية أعلن بعد بحثه طويل قائلاً من المؤسف أن نشوء الخلية الأولى يعد الأكثر غموضاً في نظرية التطور كما صرح العالم الفرنسي الشهير لويس باستور قائلاً إن زعم انبثاق الحياة من مادة غير حية غير صحيح للبتة وقد أصبح في ذمة التالي وعندما اكتشف العالم الكيميائي فرانسيس غريك الحمض النووي دي إن إيه وحاز على جائزة نوبل أعلن أن البنية المعقدة لهذا الحمض النووي لا يمكن أبداً أن تكون قد نشأت بالصدفة أما الكيميائي جيفري بادا فقد لخص هذه الحيرة بقوله في أحد مقالاته العلمية إننا ونحن نودع القرن العشرين نواجه المشكلة ذاتها التي واجهتنا في مطلع القرن وهي البحث عن منشأ الحياة على الأرض ومع توسع دائرة العلم بدأت نزعة اليقين بالعقل البشرية تتلاشى فأثبت الفيزيائي بوان كاريه عدم قدرة التجارب العلمية على إثبات دقة المبادئ الرياضية بشكل قاطع وأقر الفيزيائي ستيفن هوكينغ بأن العلماء السابقين لم يلتزموا بمنهجية البحث العلمي مما يعني عدم قدرتنا على الثقة بنتائج أبحاثهم ثم ظهر جيل جديد من الفيزيائيين يؤكد على أنه لا يمكن للعقل البشري أن يكتشف جميع أسرار الخلق وأن هناك الكثير من الظواهر الكونية التي يستحيل على الإنسان التنبؤ بحدوثها أو دراستها بالوسائل العلمية وهكذا أعاد العلم نفسه للإنسان تواضعه رغما عنه حتى أصبح العلماء اليوم يقرون بحقيقة لا مفر منها وهي أن كل باب معرفة يفتح يكشف لنا عن أبواب أخرى مغلقة خلفه وأننا كلما ازددنا علما بالكون اكتشفنا أننا ما زلنا نجهل أكثر مما نعرف هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيط الشهاد وقطر الندى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أنينا الجوا إذا هزك الشوق نحو السماء فجوال زاد رفيق السراء فجوال زاد رفيق السراء مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم مشاهدين الكرام مع فضيلة شيخ محمد صالح المنجد شيخ محمد حديثنا قبل هذا الفاصل حول مسألة أن عجزة هذه البشرية لا يقتصر على مجال واحد في هذه الحياة بل يتعدد إلى مجالات أخرى في علم الأرض علم البحار غير ذلك من هذه العلوم نعم وأريد أن أضيف إلى المسألة التي كنا وقفنا فيها في المرة الماضية في الفاصل السابق نعم يعني البشر سبحان الله من حي المواقف المؤثرة أن يتحلق الأطباء حول المحتضر لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا نعم يقولون هذه ملكة جمال برازيل أصيبت بمرض تلف الخلايا السريع ثم أصيبه تسممه دموي ثم قصور في وصول الأكسجين للأطراف فوقف الأطباء عاجزين وبدأ عملية بتر أطراف واحد تلو الآخر حتى ماتت بين أيديهم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إذا بلغت الروح الحلق حين الاحتضار وأنتم تنظرون المحتضر وما يكابده من سكرات الموت قال تعالى ونحن أقرأوا إليه منكم ولكن لا تبصرون نشرت جليد الشرق الأوسط في عددها عشر ألف مية واحد بعد أربعين دقيقة من تتويج ملكة جمال الكون انهارت بعد مؤتمر صحفي عقب إعلان النتيجة وأخليت إلى المستشفى في كل علم هناك أشياء يقف البشر عنها في عجز مثلا يقولون لغز مثلث برمودة لم تستطع الأقمار الصناعية والطائرات والدراسات أن تفكوا يقول بروفيسور وين ميتشيغان نحن نتكلم عن كوة رهيبة بلا حدود نحن لا نعلم عنها شيئا على الإطلاق يعني يأجوج مأجوج معروف أن ذو القرنين أن ذا القرنين رحمه الله بنى عليهم السد جبل بين جبلين سد الجبلين بجبل نعم من حديد ونحاس خلاص أغلق على الطريق ومكشوفين من الأعلى لكن وين الأقمار الصناعية ما رصدتهم معنى أن لا تستطيع أن ترصد كل شيء والله لو شاء أن يعمي عليهم مكانا أو قوما عما عليهم هم يقولون الوجود مليء بالمجاهل شوف لو أخذنا عبارات الكفرة فيها اعترافات كبيرة الآن ما استطاعوا أن يفسروا كذا في أشياء في بناء الأهرامات في عدة فرضيات في قضية التحنيط ما هي التحنيط لا زال في أسرار بعد مرور مئة عام على انفجار سيبيريا عام 1908 الذي يقولون لا نعرف سبب حتى تكهنات برغت قوة أكثر من ألف كنبلانوية تسبب القضاء على أشكال حياة في مساحة كبيرة أذاب مواد معدنية قطعان حيونات برية حول سيقان أشجار مثل أعواد الثقاب الإخفاقات العلمية في عدة مجالات مثلا يلا استمطار يقول نزل مطر حمضي ما حصل ما نجحت ما هي مجدية الاستمطار هذا فيه إخفاقات كثيرة إخفاقات كثيرة وقالوا حتى لما نزلت نزلت أشياء حمضية ضر أمطار حمضية ضر كثير من البلدان تشكل جفاف من الذي ينزل المطر الله عز وجل من الذي يسوق السحاب الله عز وجل هل يستطيعون أن يسوقوا سحابا أو يخلقوا سحابا هم يقولون إذا كانت الفرصة مواتية بوجود سحب كذا كذا وكذا يمكن أن الاستمطار يعني حتى لابد أن تتوافر أشياء كثيرة وعلماء البحار بعد أن بحثوا عن حل سريع قليل التكلفة للتقليل من نسبة ثاني أكسيد الكربون عن طريق تسميد مياه البحار ومشتقات الحديد صناعيا أثبتت التجربة التي أجرى فريق من العلماء الألمان والهنود عدم فعالية الفكرة أوصيب خيبة أمل يعني فيه أخطاء في الحسابات فيه مفاجآت